طبعا المسيح لم يجامل إطلاقا وعلى فكرة لما بتقرأ بشارة يحنى بتشوف كان دايما في انقسام بين اليهود بين ما آمن بيسوع أنه المسيح وبين الذين رفضوه حتى مكتوب مع أنه هذا عدد آيات هكذا فعلها يسوع ولكنهم لم يؤمنوا لكي يتم ما قيل بالكتاب أنهم عمي وأغلظوا قلوبهم في العهد القديم كانت دايما مقارنات بين الإله يهوى في العهد القديم والآلهة الأخرى سواء آلهة المصريين وآلهة الكنعانيين وآلهة الأموريين والعمونيين والبابليين والأشورين وهكذا والفرص إلى آخره في العهد الجديد المسيح لم يجامل أيضا كانوا يقولون أنه قيصر هو إله والنتيجة أنه استشهد من أجل المسيح لأنه رفضوا فقط يسوع هو الإله فالمسيح لم يجامل حتى الصراع استمر بين عبادة الله أو آلهة أخرى أو كل الآلهة الأخرى اللي بيسميها الكتاب المقدس شياطين أو عبادة شياطين إن كانت آلهة الرومان بقيادة جوبتر رئيس الآلهة إن كانت آلهة اليونانيين برئاسة الإله زوس أو زفس رئيس الآلهة أو سواء آلهة المصريين تحت قيادة الإله راع والإله أمون لكن يبقى الإله الحي الوحيد الحقيقي هو يسوع المسيح فهل يترك طبعا المسيح رسالة خوف من الانقسام يجامل الناس على إحساب هذا الانقسام هل يكون لهم سلام فالسؤال هل يكون لهم سلام حقيقة في دفع ثمن وثمن باهظ لكل شخص يؤمن بالرب يسوع ولكن برضو بيتكلم عن المكافأة من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي فكم بالحارة أن تقبل يسوع المسيح له كل المجد ترجمة نانسي قنقر